موسيقى رجعنا لكم مشاهدين في فقرة أسرى ومجتمع ويعتبر فقدان الأسنان من المشاكل الخطيرة التي تواجهنا حيث يترتب على خلع الأسنان وفقدانها قصور في وظيفة الفم وعدم قدرته على أداء مهامه من تقطيع الطعام لقطاع صغيرة وطحنها ليتم بلعها ورسالها بسهولة للمريء ومن ثم المعدة فنقص الأسنان من الفم ينتج عنه مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم ككل ولكن ليس بعد الآن مع وجود تقنية زراعة الأسنان واللي بيحدثنا عنها الدكتور أحمد جزائري أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين يا مرحبا فيك دكتور مرحبتين أهلا وسائل دكتور أحمد الآن خليفة في مقدمته قال نقص الفم من الأسنان يؤدي لمشاكل صحية فهل المشاكل الصحية هي نتاج سقوط ونقص الأسنان من الفم أم هي نتيجة؟ يعني بسبب مشاكل معينة تسقط أسناننا؟ هل أول تنين صراحة يعني أولا سقوط الأسنان بتأدي لمشاكل بما أنه الجهاز الهضمي يعني أول مفتاح للجهاز الهضمي هو الفم نعم فأدي أكيد لمشاكل بالهضم وعسر بالهضم وبعض المشاكل من نقص المعادن ونقص بعض المكونات الغذائية الرئيسية وكمان بنفس الوقت في كتير من الأمراض هي تأدي إلى سقوط الأسنان مثلا؟ مثلا خلينا نقول نحن نقسم الموضوع شوي مشان يكون مبسط أكتر نعم واضح فلنحن نحكي أنه في مشاكل عامة وفي مشاكل خاصة بالحفرة الفموية تحديدة المشاكل العامة هي الأمراض الجهازية العامة اللي بتكون عند المرضى مثلا ممكن يكون موضوع وراسي كمراض السكري أو مرض هشاشة لأيضام وفي حالات طبيعية بتعرض عند الحوامل مثلا دائما بيأدي تغير الهرموني عندهم وتغير تغير بطبيعة اللعاب إلى كمان بعض المشاكل بتأدي إلى سقوط الأسنان أو زيادة النخور السنية وفينا نقول كمان في العادات السيئة فينا نضيفة كمان على يعني نعتبرها جزء مرضي كمان العادات السيئة مثل طحن الأسنان ليلا في كتير من المرضى بيفرر ترس الليلي عنده بشكل النهار يعفوا بشكل أثناء الليل فبيكون عنده عادة طحن الأسنان كمان هي بتأدي إلى مشاكل لثوية وفقد للأسنان والله يا دكتور ما بلا في الليل ما بلا في الليل سامحني على المقاطعة والله ينا سافر عندي واحد عطول الخط في الطيارة ويسوي صوت أنا مرم تنام أنا في الليل بس أنا ما أشعر دكتور مثلا هو لا إرادي في الليل هو حالة يمكن يعني سترس أو موضورة كيف سيطرة عليه هو تفريغ للسترس الموجودة في كتير طرع إلاجية منذ ما كنا نستعمل شيء اسمه نايتغارد نايتغارد هو جهاز بين لبس وهذا صار متعرف عليه بشكل عام لأنه كلنا متعرض لضغوط أثناء النهار منفرغ بطريقة معينة وغالبا ليلا أثناء النوم فالشد الزايد عنه إذا حسينا فيه فنحن نوقفه أكيد فغالبا أثناء النوم بيكون هو بيروح على الإكستريم فبيدي لمشاكل كبيرة لأنه ما نحسين فيه أثناء الليل هناك علاجات جديدة مثل استخدام البوتوكس للحقن بالعضلات الماضغة فبيعمل يعني 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 يرخيها يعني مثل شلل لفترة مؤقتة يعني من 6 إلى 9 شهور تقريبا وهذا كمان من ضيف أنه هو بخفف أساسا العادة يعني 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 أنه خففت وخلال الفترة صار في هذا الشلال بالعضلة بالمؤقت فبعد فترة بدنا نرجع لها العادة مرة أخرى بنفس القوة اللي كانت قديمة فبيأخذ شوية وقت فهذا علاج حاليا حاليا فعال وناجح يعتبر له المشكلة يعني حين ما باي حد يقول لنا ضارب بوتوكس يشكون فيه يعني البوتوكس قاموا يشتغلونها في وعيد أشياء يا مشاهديننا أيوة أيوة زين تجميلي وعلاجي أنزين دكتور لو سمحت ماذا عن لأن ما في عدنا ممكن شباب طايحة دروسهم ما بيركب أو بيزرع درس بس الكبار في السن عندنا خاصة الشياب الشيابة لا أكلمك يعني ممكن يظل عنده درس واحد وإذا سويت لها تركيبة يذتاذي منها يعني يقول لك تسوي لي مشكلة ما قدر ألبسها وكذا فأنا قلت في مقدمة في مقدمة الفقرة أنه يأثر عدم وجود الأسنان على الجسم ككل كيف بدون أسنان نحن نقول بدون أسنان أولا أول 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 يعني عملية المضغ هي أو الأكل هو حياتنا يعني ما تمدع على شو الغذائنا وشو طبيعة الغذائي اللي بناخده وشو الطريقة اللي بتوصل للمعدة عننا مشان يصير الامتصاص الطبيعي لمكونات الغذائية متكاملة يعني فأول مرحلة للمضغ هي بالفم فالهضم إذا نعتمد فقط على المعدة أو بطريقة البلع بدون طحن الأسنان يعني هي أساسا غاية الوظيفية غير التجميلية هي الطحن الطعام فإذا نعتمد على طحن الطعام جزء كبير من المواد الغذائية الضرورية لا يمكن امتصاصها بالمعدة مهم جدا هذا الموضوع زين دكتور وبالتالي تعويض هذه الأسنان المفقودة يتم كيف؟ تعويض الأسنان المفقودة يتم عن طريق الزراعة طبعا زراعات معروفة هي عبارة عن مادة تيتانيوم طبعا صار كتير تطورات نحن طبعا قاعدين نشوف الصورة دكتور وأنت تتحدث اللي هي الزراعة هذا شي شوي متطور زيادة عن موضوع الزرع العادي التقليدي اللي هو الـ اللي هو القطع البلاستيك اللي موجودة هي عبارة عن قايد من جهزه ومنحضره قبل ما نبدأ بإجراء الزراعة السنية بيتحضر المريض طبعا الكمبيوتر ساعدنا كتير والديجتال وورك ساعدنا كتير فصرنا نجهز الصورة ونجهز الحالة ونجهز التعويض قبل ما نعمل الزرع على أساس التعويض المناسب اللي هو بناسب شكله وابتسامته للمريض يعني كان الزرع من زمان هو لغاية وظيفية فقط فقط حاليا صار غاية وظيفية والتجميل أساسي من حياتنا صار فضروري تكون الزرع بالمكان المناسب واللي هي فينا نتحكم فيها صار بشكل يعني بالأبليكيشن الجديدة بالديجتال وورك اللي بناعمل قبل ما نستقبل مريضنا صحيح دكتور أحمد أكيد في مراحل للزراعة حطوا لنا صورة ثانية أكيد بتعلق عليها ولكن أبغي عرف مراحل الزراعة لأني أنا سمعت قبل أن لما يفتحوا لك الفتحة ويحطوا لك البرغي لازم تظل أتوقع أسبوع إلى أن يلتحم اللحم عليه وبعدين تركبون السن أو شي كذا ألا فيش تركيب مؤقت وفي تركيب الداعين جزئين أولا بعد الزراعة نحن فينا نعمل بنفس اليوم التركيب المؤقت هذا طبعا من التطور اللي صار يعني خلينا نقول بالمجمل الحالات 95% من الحالات صار فينا إذا فيه سن مصاب هذا تطور كمان سن مصاب ويحتاج إلى خلع صار فينا نعمل خلع ووزراء بنفس اليوم والتركيب المؤقت إذا كان السن تجميلي أمامي يعني فيه تاني يوم يكون بيدوامه بشكل طبيعي يكون يمارس حياته الطبيعية دعني لعدم يجهز سن دائم الدائم غالبا بعض الالتحام بين الزراعة والعظم بشكل صميمي يعني خلينا نقول بشيء سيكون ثبات كامل فهما من ثبات الزراعة يكون غالبا بعد ثلاث شهور طبعا كمان هذا التطور كان من زمان ست شهور حاليا وصل بعد تطوير الزراعة وتطوير سطح الزراعة واشتغلوا عليها بشكل كبير المعامل اللي هي بتصنيع الزراعات فوصلنا للمرحلة وصار فينا بعد ثلاث شهور وحياناً شهرين ونصف وحياناً شهرين نقدر نعوض على الزراعة إن شاء الله بيستويومين دكتور الزراعة هذه تكون يعني في أي طبقة من اللثة لأننا نحن نشوف بعد شوي أن حتى في نفس البراغي اللي تدخل داخل العظم نخراً في العظم هذا الشيء طبيعي عادي أم يؤذي قاعدين نشوف هنا يعني كيف داخل هذا العظم اللي تحت صح تماماً الرمادي هل يؤذي هذا الشيء العظم دكتور؟ لا نهائياً هي أساساً الزراعة هي عبارة عن جزء تيتانيوم يوضع داخل العظم طبعاً هي بدأت بدايتها الفكرة الأساسية تباع هي وقت اللي بدأوا يستخدموها كتعويض عن المفاصل عند الإنسان هي مادة التيتانيوم متقبلة حيوياً من الجسم فعوضت المفاصل عوضت بعد أحياناً بيستخدموها بصمامات للقلب فلاحظوا أنه هاي المادة متقبلة حيوياً من الجسم وما إلى أضراض ولا بيرفضها جسم فتطوروا الموضوع ليوصلوا لأنه نعمل زرعات سنية منهم الكل يحتاج لهذا المسمار أم برغي أم ماذا؟ اللي يدخل في العظم متعرف عليه مسمار مسمار فعلاً؟ مسمار نعم متعرف عليه مسمار لأنه شكله يجبه المسمار علمياً شو اسمه؟ زرعة زرعة الكل يحتاجون لهذا المسمار؟ أم حسب فيه ناس عندها أساس بعده موجود مثلاً بس السن اللي فقد أم لا فقدان السن هو فقدان أساس السن بعد؟ تماماً هذا الموضوع يضر كثير سؤال مهم لأنه نحن الفقدان الرئيس في ناس كثير عنده شوية لخطة بموضوع أنه هل إذا فقدت السن كامل يعني أنا زراعة أو إذا فقدت نصف السن؟ ماذا؟ تعتقد أنه هذا هو زرعة إنما هو من زرعة هذا برغي داخل جذر سليم معالج بشكل صحيح ويمكن التعويض فوقه بإكراون أو اللي هي التلبيسة نعم جميل دكتور أيضاً بنشوف حين صورة لو تفسر لنا هني شو صاير بها الصورة أو هاي مراحل شو عفواً لأن كأن السن مجلوب كذا ولا شو هو هذا؟ تماماً لقربة من بناء حيوية نحن منسميها بالفم الآن اللي واضح عنا بالصورة هو هذا الجيب الفكي منسميه الجيب الفكي هو بنية حساسة لا لازم تكون الزرعة خلالها لازم تكون حصراً بالعظم فقط لا غير فهذا شيء يسميه رفع للجيب الفكي طبعاً اتطورت بأدوات وبكتس مناسبة لحتى تقدر ترفع الجيب الفكي ونزرع العظم ونقدر نحط الزرعة تصار من الممكن إجراء الزرعات لجميع المرضى نقص بالعظم نعمل تطعيم للعظم نعمل تطعيم للعظم وبحيث يكون العظم كافي لوضع الزرعة المناسبة في قرب لبنية تشريحية مثل الجيب الفكي منعمل رفع للجيب الفكي او ابعاد مثلاً لعصب سني سفلي بالفك السفلي يعني ما شاء الله حلول لكل الحالات والعوارض عند المرضى بشكل نعم هذه كلها أسنان صح؟ تماماً شو الفرد بين عيال يعني زراعة السن وزراعة الدرس؟ زراعة السن يعني خلالنا نقول زراعة الأسنان هي الأسنان الأمامية زراعة السن كتير بهم فيها الناحية التجميلية نعطي أولوية دائماً للناحية التجميلية أكثر ما نعطي للناحية الوظيفية لأن الطحن غالباً بيتم على الدروس الخلفية وبالعكس تماماً فإذا كان الناحية الخلفية فمنعطي أولوية للوظيفة اللي هي المضغ أكثر من الناحية التجميلية لأنه بالنهاية الموضوع هو معاوضة ما في شيء أفضل من السن الطبيعي بالتأكيد تقنياً نفس الشيء؟ تقنياً زرع وعظم ومسمار وكله نفس الشيء صحيح؟ تماماً حسب الحالة يعني بالأساسيات هي نفسها تقريباً شكل اللي يخوف أنا آسفة دكتور بس هلأ هي تعتبر هذه الزرعات أمامية يفترض فيها إجراء الزراعة بطريقة معينة مشان نقدر ناخد نتيجة تجميلية مثلاً طول السن اللي موجود على الناحية اليسرى للمريض تكون نفس طول السن بالناحية اليومنا تراهيل ما تحس مخدراني هاي حرمة من الدرس اللي فيه هذا خرزة أنزين دكتور بتخبرك لمن نقول أنت محتاج زراعة ولمن نقول أنت غير محتاج زراعة يعني المحتاج زراعة هو الشخص اللي قادر اللي مانو قادر يؤدي الوظيفة للمضغ أو عنده مشكلة تجميلية مثل ما حكينا بينما اللي مانو بحاجة اللي هو عنده فقد لنفترض أسنان ما بتأثر عنده على عملية المضغ مثل أسنان خلفية مثل دروس العائلة اللي منسميها اللي هي الأرحاء الثالثة هاي لا يمكن التعويض يعني لا داعي للتعويض عنها بالأخير لأنه ما لح تساعده بموضوع المضغ أو الموضوع الوظيفي نعم في الختام دكتور أحمد إذا بنعطي مشاهدين تشي نصائح عامة عن الأسنان عن الزراعة نتمنى أن لا نصل للزراعة إذا الموضوع في إيدنا أن لا نفقد أسناننا فشو نقولهم يعني أهم شي هو العناية طبعا يعني دائما نكرره ونحكيها كأطباء أسنان هو العناية التفريش اليومي للأسنان زيارة دورية لأطباء الأسنان حتى ما إذا في ملاحظة لأي مرض قد يكون المريض مانو شاعر فيه حتى أحيانا الأسنان بتعكسلنا حالة المريض الصحية العامة مرض موجود وغير مكتشاف وغير مشخص وبالنهاية النصيحة الأساسية هي أنه السن الدائم اللي الله خلعه طبعا هو الأفضل دائما مهما حاولنا نوصل لا يمكننا نوصل للكمال فيها نوصل لا يقارب الكمال لكن لا يمكن أن نوصل للكمال مثل السن الطبيعي نزيل سؤال 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 والأسف أسف أدري أن تنتقلين للفقرات ثانية بس حين شو الفرق بين المعجون وما بين الصخام أو الفحم لأن ظاهرين حين وعاد يقولون الكمال الفحم أسود المعجونة بيض لا ما أنه ينظف صدق أو لا بس بكلمة واحدة إيه لا ببيض ببيض شحرا لك يا دكتور ببيض ولكن لا ينظف ما قال ينظف والدكتور مسؤول عن كلامه يعطيك ألف عافية دكتور أحمد شكرا جزيلا لك شكرا إذا مشاهدينا نشكر الدكتور أحمد جزائري خصائجي راحة تلفم والوجه والفكين